وللمزيد حول قدس الاحتفال بعيد القيامة المجيد معنا مباشرة من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود نرحب بك وضعنا في المزيد من التفاصيل حول أجواء القدس والاحتفالية نعم يوسف أهلاً وصلاً بك وبكل أسادة المشاهدين كل عام وكل المصريين بخير عيد قيامة مجيد نحتفل ونتابع الاحتفالات وإقامة قدس عيد القيامة المجيد من داخل الكاتدرائية المرقصية بالعباسية التي أنهت كل الاستعدادات لبدء قدس عيد القيامة المجيد منذ قليل توافد الحضور أو الضيوف على الكنيسة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية لحضور القدس عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والمسؤولين لطبع يقدم التهنئة وحضور قدس عيد القيامة المجيد ثم منذ قليل وقبل الهواء مباشرة يعني توجه قدسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية من المقر البابوي إلى داخل الكنيسة بالكاتدرائية لبدء قدس عيد القيامة المجيد دقت الأجراس وانطلقت أصوات الترانيم لتبدأ بالطبع الصلوات وأن ترفع التدرعات باحتفالا بهذا العيد بالطبع هو العيد الأكبر والأعظم في الأعياد المسيحية هو عيد القيامة المجيد هذه الاحتفالات التي قد انطلقت من قبل بداية من أسبوع الآلام الذي سينتهي فجر الأحد مع بداية عيد القيامة المجيد غدا وأيضا مرورا بحد الزعف والجمعة العظيمة وخميس العهد ثم سبت النور هناك عدد كبير من الحضور توافدوا على الكاتدرائية المرقصية بالعباسية عبروا عن أسمى معاني التهاني والمحبة والبهجة الموجودة خاصة أن هذا العام تحديدا يعني هناك عدد كبير من الحضور عادت عاد الحضور مرة أخرى إلى الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لحضور كل هذه الاحتفالات أجواء من البهجة والمحبة والتمني بالطبع بالخير لمصر الحبيبة أيضا يعني الضيوف الذين توافدوا على الكاتدرائية المرقصية بالعباسية عبروا عن الصورة العظيمة التي نتواجد بها الآن بحضور كل القيادات وكل الجماهير الإسلامية والمسيحية وأيضا أن هذا العيد يتزامن مع الاستعداد إلى الاحتفال بعيد الفطر المبارك فهي صورة عظيمة تدل على أن مصر أرض السلام ومهد الحضرات ومجمع الأديان يعني أيضا انطلقت الصلوات الآن وسيكون خلال أيضا هذا القداس تمثيلية القيامة التي ستنتهي بتمثيل قيام السيد المسيح وبالطبع كل الاحتفالات التي ستكون على مدار اليوم حتى انتهاء قداس عيد القيامة ثم غدا سيستقبل البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية المهنئين لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد فبالتالي أجواء من المحبة والبهجة تتواجد هنا على أرض الكاتدرائية المرقصية بيئة العباسية كل عام وكل المصريين بخير ودائما مصر في أمن وأمان وسلام ومحبة بين جميع الأديان الكلمة تعود إليكم في الستوديو مرة أخرى زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من الكاتدرائية المرقصية بيئة العباسية شكرا جزيلا لك